طب خلينا كده يا دكتور عشان المشاهد برضو ما يتهش مننا نقول كل نوع شخصية وأنا كست ست بتتفرج علينا دوقتي في البيت تتعامل مع جوزها ده ازاي يبقى أول اجتماعين ونفسيا أول البشا في نفسه أنا بحب أنا أول بشا في نفسه ده والله الكاركتر وكاريزم يعني أنا لو جوزي كده في البيت حقا ده حقا النرجسي الهستيري يعني هو بيبقى دايما نيكس نرجسي هستيري شخصية هستيرية شخصية نرجسية شوي جدا وفرحم بنفسه وفي خيلاق كده ومستخسر نفسه في الشهل وفي أي حالة بتحقيقه فهو بيبقى غالبا نرجسي هستيري طيب أنا كست بقى مراته دلوقتي وبتتفرج علينا يتلك أيوة هو الراجل ده اللي عايش معي في البيت أعمل معي هي بقى الغلطة في أن هي أصلا ما اكتشفتش ده من بداية الخطوبة والتعارف دي أول حاجة لأنه زي ما بنقول جوزيك على ما تعوديه لو هي بدأت تغارف شخصيته في الوقت اللي هو كان مرتبط بيها عاطفينه بيحبها وعايز يرتبط بيها ممكن تعرف لكن لو فوتت الوقت ده اللي هو أكتر وقت هو منجذب ليها وعايز يسمع كلامها فيه وعايز يرضيها خلاص كده هي فقدت البداية لازم تتأقلم بقى عليه هتضطر بقى زي ما بتقول كده تتأقلم وده طبعا بيبقى يعني كابوس طبعا كابوس لأن بالذات النرجسي أنا بتهاري أنه يعني من أكتر الشخصيات اللي صعبت التغيير لأنه هو أصلا مش مقتنع أن فيه حاجة غلقة يعني ياهو عشان أنت أنت تتغير لازم تكون مقتنع أن أنا عندي حاجة غلقة فاشتغر عليها فغيرها إن شاء الله وطبعا هنرجع لزي ما حياتك قلت أنه ما فيش حد بيتغير عشان حد ده أنا عايز أقول لك حاجة يعني لازم ينبع من البني أدم بالزبط كده وأنا دايما بقولها لستات أنه بلاش موضوع أخده وغيره اللي هو أخد حد فيه عيب ده ما بيحصلش وإن شاء الله بقى بإذن الله يتغير بقى ونشتغل عليه وكده طيب دلوقتي خلاص ماليش دعوة هو أمامته وربيته إزاي عقده النفسية إيه وكلم المشكلة إن أنا ليه دعوة لأن أنا مش هعرف أغير إلا لو بيتفاهم الشخص اللي قدامي لأنه أنا لو فهمت وممكن ما تتجاوزوش أصلا أما أنا مش أكتشف غير بعد ما تجاوزوا خلاص اتجاوزت وخلفت منه هو في السيناريو ده يتجاوز أتجاوزت وخلفت منه هو قعد في البيت لازم أقرر أنه يشتغل ولازم أساعده إنه يشتغل مع رفتش وفشلت لأ أنا أنا مش عامل حاجة أنا كزوجة مش بإداية حاجة معرفتش وفشلت يبقى خلاص أنا ما عنديش حل غير إن أنا أقرر أن ينفصل لكن مفيش حل زي ما أنت متخيله يعني مفيش حل سحري هيخلي الراجل الاعتمادي يبقى مش اعتمادي مفيش حل سحري هيخلي الراجل النرجيسي يبقى مش نرجسي ما تديني رشدتا ناحية هيخلي الراجل سايكوباتي ليس سايكوباتي يا دكتور أنا بدل ما نروح دلوقتي اللي حضرتك في العيادة وادفع كشف إحنا حضرتك دلوقتي معنا على الهوم هي نفس الحكاية هي نفس الحكاية يعني هي نفس الحكاية هي لو جات لي العيادة هقول لها نفس الحكاية لو هو عايز يتصلح ممكن يتصلح وده هيخد وقت طويل وهيساعدنا لو هو مش عايز يتصلح لا يبقى أخلاعي أحسن ليه؟ لأنه هي هتقع معا بعد شوي هي بدل ما كانت شايلة حمل ولادها اللي هما مسأل عن اتنين بقت شايلة حمل تلاتة القب واتنين كمان ده غير النقد اللي هي بتاخده طول الوقت خلاص استحملي دي مشكلت كنتي وعايز أعدله دي مشكلت كنتي عايزة تعدلي لازم هو يبقى عايز يساعد نفسه زي ما قلنا إن الله لا يغير ما بيقومن حتى يغير ما بيقومن في السماء البداية عنده مش عندها البداية عنده ومش عندها ولو كانت عندها كانت تبقى من أول الجواز لو هي كانت تعمل حاجة من أول الجواز كانت تكتشف ويترفض يتكمل انت عارفنا دائما بنقول إيه إنه أي علاقة عشان تكمل لازم نشوف اللي قدامنا ده فيه عيوب ولا ما فيهوش عيوب لو شايفة ما فيهوش عيوب نعرف أن العلاقة دي فشلة ما فيهوش حد في الدنيا ما فيهوش عيوب طب لو فيه عيوب هي شايفة أن العيوب دي عيوب سينمائية ولا عيوب حقيقية يعني إيه يعني عيوب سينمائية دي هو لا أصله طيب زيادة أصله جدع زيادة ده كلام فارغ شايفة بقى عيوب حقيقية يبقى هتكمل الجوازة لو هي شايفة عيوب سينمائية يبقى الجوازة دي فشلة مش هتكمل لأنها مش فاهمة هي بتتتجوز بين شايفة بقى العيوب الحقيقية تمام؟ بتقول هغيرها ولا لأ لو شايفة أنها هتغيرها فالجوازة فشلة لأنها مش هتغيرها مش تعف تغيرها لو شايفة أنه لأ بس أنا هحاول أتكيف دي الجوازة اللي هتنجح على فكرة بقى بنتها لانها تبقى مستقلة بتروح للمدرسة وبتتعلم وبتعلم كل حاجة. ايه. وصبيان اعتماديين جدا. اه. فلما كبروا بقى فين مشكلة بالزبط كده. امي حضري العشاء لاخوكي. اصلا ده الراجل ما يحضرش. اصلا راجل. امي كويله القميس. ما يعملش اصلا. فتكتشفي انه رجالة بقى اعتماديين. بعدنا جيل. رجالته اعتمادية جدا او نرجسية او سايكوباتية اللي هما مدنين مخضرات منهم. وستاتهم اقوي جدا ومستقلين جدا. اوي. وبيشتغلوا معتمدين بيميت راجل. فبقى فيه مشكلة فعلا. بقى فيه مشكلة. انتي عارفة زمان كانوا بيستحملوا وكانت الست مصرية زمان تتقولي عارفة ليه? لانه الستات ما كانتش بتتعلم. وما كانش عندها نصيب انها هتبقى قوية اوي كده. وما كانت عندها الخوف الكبير اوي بتاع الانفصال. ايه. وخوف من مجهول. هي احتعمل ليه بعد ما تنفصل. لا وزمان الست ما عندهاش ما عندهاش انه تطلق. ولو جزء راح تجاوز عليها قاعدة. ولو مشي 13 سنين على فكرة واختفى ورجع لها تلاقي قاعدة بتربع العيال. قابل الانترنت وقابل الاندبندنت. وانتي ايه اللي مخليك تستحملي. قومي تديله وبالحلف وشه.